هاي الطفلة بريئة ومائلها اي ذنب بس ذنبها برقب تيش انت يا والدتها ذنبها برقبة عمامها ذنبها برقبة خوالها هاي الطفلة يتيمة حسب ما تحرينا من الموضوع وافتهمنا انه هاي الطفلة يتيمة والدها متوفي هاي الطفلة اللي صار الضحية هاي الطفلة اللي صار الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي وصارت ترند مع كل الاسف احنا عدنا بالعراق حشاكم انتو حش السامع والقارئ الموضوع التافه يطش بسرعة ويصير ترند على مستوى العراق ومع كل الاسف هذا موضوع هاي الطفلة قد يكون بالبداية كان موضوع عفوي وموضوع لا ارادي هاي الطفلة بحفلة عرس وغنت حالها حال اي طفلة لكن هسه بالوقت الحاضر من نتقلب على التيك توك الطفلة صارت ترند وقامت تروح تغني بحفلات ثانية وترقص بحفلات ثانية وترقص وياه من ترقص وياه رياجي لمشاربة تشوب وترقص وياه رياجين مشاربة يعني ومع كل الاسفاح تشوب وياه زلم افضار احنا المجتمع العراقي مجتمع قبلي ومجتمع عشائري ما علمنا بناتنا ولا علمنا اطفالنا انه يروح يرقصون بالحفلات ويرقصون بالقاعات وقاعات الاعراس هاي البنت رسالة لامها هاي البنت باشرة عقبة خطيتها برقب تش انتي وخطيتها برقبة عمامها وخطيتها برقبة خوالها لان حسب ما افتهمنا هاي البنية يتيمة كان المفروض ان تحافظين على بنتش وتربينها تربية صحيحة لان هاي الطفلة يتيمة وامانة برقب تش هاي الطفلة باشرة عقبة من راح تكبر راح تحاسب يبش امام الله رسالتنا لامة الطفلة انت بنت عشائر وبنت اصل وما اعتقد وما اتوقع انه قبائلنا العربية وعشائرنا الاصيلة انه تقبل بهذا الموضوع هاي بنتش راح تشجع اطفالنا وراح تشجع بناتنا وخواتنا الاصغار انه يتعلمون على هيتشو موضوع هذا اكبر غلط كان المفروض من عندش انه تعلمين بنتش شون تدرس وشون تشتهد بالدراسة كان المفروض انه تعلمين بنتش على موهبة موهبة بشرف هذا الموضوع مو صحيح والخلل واللوم منذبه كله تعال ام الطفلة يتيمة لكن امانها برقب تش وذمه برقب تش تتحملينها امام رب العالمين شنو ما صير هاي الطفلة باشرة عقبة اوكي اليوم طلعت وصارت ترند بالساحة وبالسوشال ميديا ومقاطحها وصلت للشرق الاوسط وبالوطن العربي كليته ش تقول علينا الدول البقية هاي تربية العراقيين احنا العراقيين مجتمع قبلي ومجتمع عشائري محافظين عدنا عادات وعدنا تقاليد هاي الطفلة اصبح الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ الكل يتاجر بيها ام البنفسجي ترقص وتشوب ومرة تغني النوبة حتى بالبيت ام هادا تعلمها شون ترقص وشون تغني مكان ما تعلمينها على قراءة القرآن مكان ما تعلمينها انه تجتهد بالدراسة مكان ما تعلمينها على موهبة ترفع راسك وترفع راس اهلك وعشيرتيك الري الدور الحكومة والري التدخل من الحكومة الشرطة المجتمعية واللي خاصين بهاي المواضيع انه يتابعون هاي مواضيع ويمنعون اخلي شروط على اهل القاعات انه منعا باتا ظهور الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعا باتا تصور الاطفال اثناء الحفلات مثل ما تمنعون التليفونات انه تدخل حتى لا تصور النساء ولا تصور بناتنا ولا يصور الخواتنا بنفس الوقت هم تمنعون الاطفال من الظهور على مواقع التواصل وممنوع تصويرهم حتى لنوصل لهاي المهزلة ولنوصل لهاي المضحكة خلوا العالم كله يضحك علينا ترندموا البنفسج فرسالتنا للأم عتبنا عليك واحنا ما نعتب نعتب بس على الزيانين وأنا متأكد أنت بنتأصل وبنتعشائر يا الأم بس هذا الخطأ المفروض توقفينه وتنهينا